أكدت منظمة حضر الأسلحة الكيموية أن غاز الكلور استخدم في هجوم استهدف بلدة سراقب السورية في شباط فبراير بعد أن أكدت فحوص معملية وجود المادة الكيموية السامة وفاد أيضا بيان المنظمة أن الاستنتاجات التي توصلت إليها بعثة التحقيق مبنية على العثور على إصوانتين تم التواصل إلى أنهما كانت تحتويان على غاز الكلور